بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين رضوان الله تعالى علينا وعليهم أجمعين ثم أما بعد مازلنا في رحابي سورة المزمل ووصلنا إلى قول الله تعالى إن لك في النهار سبحا طويلة إن لك في النهار والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم سبحا طويلة وقرئت سبحا أيضا بالخاء وسنتكلم عن الفرق بين القراءتين طويلة قالوا لما ذكر الله سبحانه وتعالى وبيّن أنه اختيار ناشئة الليل واختيار قيام الليل لما فيه للليل من خصوصية ولما فيه من السكون وتوديع القلب من مشاغل الحياة وتفرغ الجوارح إلى استقبال الفيض الإلهي وغير ذلك من الأشياء التي ذكرناها في الدروس التي مضت انتقل القرآن إلى القول أنه إلى النهار الذي هو يقابل الليل كما قال تعالى وجعلنا الليل والنهار خلفة فقال إن لك في النهار سبحا طويلة السبح هو في الأصل الدوران والتقلب وهذا أيضا قول لثعلب وسمي السابح سابحا لأنه يقلب يديه ورجليه في الماء ولما كان السير في الماء فيه معنى السهولة واليسر قال ابن عاشور المراد من ذلك أي ما يسهل وإذا لاحظوا أخذ التسبيح مثلا قالوا التسبيح لأنه هو عبارة عن سهولة النفس ويسرها في أنها تذكر الله سبحانه وتعالى قال المراد منه هو السهولة واليسر لأن الذي يجري في الماء والذي يسبح في الماء لا يعقه شيء فهو يتحرك ويدور كما يشاء ومنه أخذ في قوله تعالى وكل في فلك يسبحون أي أنه يدورون ويتحركون على سهولة ويسر على عظم تلك الأجرام العظيمة لأن الله سبحانه وتعالى جعلهم جعلهم يسبحون على هذا الأمر أي أنه جعلهم يتحركون بيسر وسهولة من تقدير الله سبحانه وتعالى والعرب تسمي الفرس السريع الذي يجري فرس سابح كأنه يعني يجري في الهواء كسهولة الماشي في الماء لأنه يسير في الماء يعني يكون فيه يعني عنده سهولة يسر في الحركة لأنكما تعرفون يفقدوا من وزنه الكثير حتى أنه كثير من أهل الأمراض إذا أرادوا أن يعملوا حركات رياضية معينة وعندهم بعض الإعاقات يعني يدخلون في أحواض مائية لأنه ستسهل عليهم تلك الحركات إن لك في النهار سبحا طويلة والطول في الأصل هو مأخوذ للماديات لكن استعمل للزمن نقول ليل طويل ونهار طويل وكما ورد حتى في الحديث على أنه الشتاء ربيع المؤمن يعني قصر نهاره فصامه وطال ليله فقامه فهنا يعني جاءت لفظة الطول في الأصل هي الماديات ثم استعملت في ماذا؟ استعملت أيضا في الأمور المعنوية أما معنى الآية يعني هنا تكلمنا عن السبح وتكلمنا عن طويلك ما معنى تركيبة الآية يعني تركيب الآية ما هو المراد قال السلف أنه إن لك في النهار سبحا طويلة أي فراغا وهذا قول طبيعي قول ابن عباس ومجاهد وقتاد وابن زيد والكلب وجمع كبير من أهل التفسير قالوا إن لك في النهار فراغا قالوا إما فراغا لحاجاتك من الدنيا أو أنه تتفرغ في النهار لحاجاتك في الدنيا وترك الليل لأن تقدمه لربك كان هذا المعنى فإن لك في النهار سبحا أي فراغا طويلا تفعل فيه ما تشاء من حاجات الدنيا فإذا انتهيت من النهار واستقبلت الليل فاجعل من الليل حاجة يعني الحاجة التي تقدمها أنت إلى ربك ما تحتاجه أنت من ربك فقدمه في هذا الليل كان هذا المعنى وأيضا من أقوال السلف أيضا الواردة قالوا السبح هو التمدد والنوم وهذا ذكره الخليل بن أحمد الفراهدي وذكره أيضا إمام القرطبي في التفسير قالوا إن لك في النهار سبحا أي نوما أي ما فاتك من نوم الليل وما فاتك من ساعات الليل في القيام والتهجد فتستطيع أن تعود ذلك في النهار فإن لك في النهار سبحا طويل أي تمددا ونوما تشتعل به وقيل أيضا إن لك في النهار سبحا طويل أي لك أنه في النهار أن تسبح الله سبحان تعالى وتذكر الله سبحان تعالى فيكون الأمر بين الليل والنهار فالليل للقيام والصلاة والتهجد والنهار أيضا تستطيع أن تسبح الله سبحان تعالى فيه ولك وقت طويل في التسبيح ولكن كان بعض السلف ربما يعملوا بعض الأعمال يخيطوا في يعني يكون خياطا مثلا فكلما يدخلوا الإبرة في القماش فإنه يذكر الله سبحانه وتعالى وكلما يخرجها يذكر الله سبحانه وتعالى وكذلك كل صاحب صنعة كانوا يتفننون في قضية دمج العمل الذي يعملون بالتسبيح فكان لهم في النهار سبحا طويلا أي وقتا طويلا للتسبيح ولذلك لاحظوا سبحان الله من اعتاد هذا الأمر في قضية العبادة والتسبيح والذكر والصلاة سهلت عليه كثير من الأمور وتيسرت عليه كثير من الأمور يعني احنا مثلا الآن أكثرنا عندما يذهب إلى عمله يستطيع أنه وهو في الطريق في سيارته في طريقه يستطيع أن يغتنم ذلك الوقت الذي يقضيه في الطريق في التسبيح والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وذكر الله سبحانه وتعالى والاستغفار والأذكار كثيرة حقيقة التي ولدت عن النبي عليه الصلاة والسلام فهي كثيرة جدا فلو استطاع العبد أن يتخذ من هذا النهار الطويل ويقضي وقته في ذهابه وإيابه في التسبيح وفي الذكر حقيقة سيكون ذلك مغنما عظيما له قال إن لك في النهار سبحا طويلا والنهار هو معروف كما ميزنا الليل وقلنا أن الليل هو من غياب الشمس إلى شروق الشمس هذا الليل وكذلك النهار سيكون من شروق الشمس إلى غيابها هذا يكون النهار واليوم قد يشمل الاثنين وقد يأتي على استعمال أحدهما يعني كما في أقوال كثيرة الفقهاء تكون حسب نية المتكلم في استعمال لفظة اليوم هل يراد منها النهار أم يراد منها الليل أم يراد منها النهار والليل فهذا كلام أيضا فيه تفصيل يعني ليس الوقت وقته إنما ذكرناه لما تكلمنا عن الليل والنهار قال إن لك في النهار سبحا طويل أما قراءة سبحا قالوا السبح هو أصله من نفش الصوف وتفريق أجزائه يسمى سبحا ولذلك قالوا أنه سبحا أيضا تأتي على معنى تفرغا وانتشارا في حاجاتك إن لك في النهار انتشار لحاجاتك في الدنيا فتبتغي من حاجات الدنيا ما تشاء مما أذن الله به من عمل وغير ذلك فإن لك في النهار سبحا طويلة على هذا أو سبحا طويلة على من قرأها على سبحا وإذا قراءة موجودة يعني وردت في التفاسير نعم سبحا طويلة لكن دائما نقول نحن نقف دائما مع المتواتر أما قضية زيارة النقطة فهذا ورد فيه كثير من يعني الآيات أنه قراءات أخرى على يعني إعجام بعض الحروف أو عدم إعجامها فهذا يعني باب واسع في القراءات الشاذة لكن غالبا ينتفع منها يعني أهل التفسير ولذلك ورد في الحديث أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لما سرق ملحفها ملحف لها سرقت فأرادت أن تدعو على السارق حديث النبي عليه السلام قال لا تسبخي عنه بدعائك عليه أي أنه لا تذهبي عظم الجرم الذي قام به بأنك تدعو يعني تسألين أو تدعون الله عليه فلا تذهبي هذا الأمر بهذا الدعاء نعم فالسبخ يأتي على هذا المعنى وحتى قال الإمام الطبري قال والسبح والسبخ كلاهما على معنى واحد وهذا ذكره الطبري وذكره كذلك أم منصور الأزهري في معاني القراءات في ذكره لهذه المسألة قال إنك لك في النهار سبحا طويلة واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا واذكر اسم ربك الذكر يكون على معنيين الذكر إما على معنى القول ذكر فلان كذا عقالة وإما تأتي ذكر على معنى ضد النسيان يعني الذكر يأتي إما على ضد النسيان أو يأتي على معنى ابتداء القول وابتداء الكلام واذكر اسم ربك البحث قالوا واذكر اسم ربك يعني الذكر هنا ذكر اسم الله أم ذكر الله يعني واحد يذكر الله سبحانه وتعالى يعني سبح اسم ربك الأعلى أم سبح ربك نعم وكذلك هنا قال واذكر اسم ربك بينما في سورة العراف قال واذكر ربك يعني جاءت أيضا اذكر ربك وجاءت واذكر اسم ربك قالوا ما الفرق بينهما قال الإمام الرازي كأنه نستطيع أن نقول شبه قاعدة إنما يأتي لبض الاسم إنما يراد مشاركة اللسان بذكر الله ولو جاءت اذكر ربك ربما جاء الذكر بالقلب لكن عندما يكون الذكر باللسان اللسان لا يحتاج إلا أن يذكر الأسماء يعني اللسان في ذكره أن يذكر الألفاظ فذكر اللفظ يدل على اشتراك اللسان بالأمر ولو جاءت اذكر ربك إذا نسيت هنا يعني يدل على أنه الذكر كان ذكر لله لا يشترط فيه أن يكون للسان قد يكون ذكر في القلب لكن عندما تأتي لبض الاسم غالبا يراد منها إشراك اللسان مع القلب في التوجه إلى الله سبحانه وتعالى ربما البعض يقول يعني ما هو الدليل الذي اعتمد عليه الإمام الرازي في قضية أنه جعل هنا اسم ربك على معنى يعني ذكر اللسان نقول لأنه الآيات التي قبلها كلها تدل على اللفظ والمنطوق يعني قال ورتل القرآن ترتيلا كذلك قال يعني في ترتيل القرآن إنها شئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلة القول والذكر واللسان والترتيل وغير ذلك كل هذا يصب في معنى أن يكون الذكر باللسان مع استحضار القلب لا شك لأن ذكر باللسان دون حضور القلب يكون ذكرا ناقصا عن حقيقة الذكر واستجماع القلب واستحضار القلب واستجماع الجوارح في ذكر الله سبحانه وتعالى قال واذكر اسم ربك طبعا كلمة اذكر أيضا فاتنا أنه ذكر في قول الله واذكر بعد أمة ربما يقول البعض هنا قال الذكر ولم يقول يعني ذكر أو ذكر بعد أمة قالوا هنا على معنى أنه جاءت على معنى الإضغام هي أيضا على معنى تذكرا نعم تذكرا بعد أمة إما أمة على معنى على مجموعة من السنوات لأن الأمة هي على معنى الجمع وإما في قراءة أيضا على أمهن على نسيان تذكر بعد نسيان نعم قال واذكر اسم ربك وجاءت كلمة الرب لأنه كما قلنا السياق كله سياق نعام وطلطف ورحمة وإنعام ومن من الله سبحانه وتعالى فلا شك أنه السياق يعني يواثق ذكر لفظة الرب أكثر من ذكر لفظة الله سبحانه وتعالى التي فيها الشدة والقوة والتكليف بالعبادة قال واذكر اسم ربك ونحن قلنا كلمة الاسم أيضا إما تكون على معنى السمو يعني أصل كلمة اسم إما من السمو وهو الرفعة وإما معنى الوسم أي الختم الميسم الذي كان تسم به العرب دوابها العلامة التي يعني يجعلوها في النار ثم يجعلون علامة على 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 الدابة حتى تعرف أن هذه الدواب لفلان أو ما يجعلون من صبغ معين أو علامة معينة لكن غالبا كان الكيف النار هو الذي يعني يسمى وسما فإما الاسم من السمو وهو معنى العلو وإما بمعنى الوسم فأنت من جعلت له اسما فكأنك رفعته فجعلت له سموا عن غيره بهذا الاسم وكذلك من جعلت له اسما كأنك وسمته بهذا اللفظ دون غيره من الأشخاص وتبتل إليه تبتيلة تبتل هنا على معنى انقطع لعبادته انقطاعا يعني انقطع لله انقطاعا كاملا وسنتكلم عن أقوال السلف في قضية يعني تبتل إليه تبتيلة لكن الإشارة هنا في قضية الانقطاع لله سبحانه وتعالى قبل الخوض في مسألة تبتل إليه تبتيلة يقول إمام الرازي كلاما جميلا وذكر ذلك أيضا ذكر ذلك النسابولي في غرائب القرآن ورغائب الفرقان ذكر في مسألة أنه تبتل إليه تبتيلة قال على أنه الإنسان في طبعه يحب الكمال والتكميل يحب الكمال أي أنه لو ذكر أمامك شخص حتى لو كان قبل ألف سنة عندما نذكر نحن الآن بعض الصحابة رضو الله تعالى عليهم وبطولات الصحابة أو حتى نذكر أسماء من شخصيات العرب من الشجاعة والفروسية ويعني عندما نذكر عنترة مثلا عندما نذكر حاتم الطائف في كرامه عندما نذكر فلان وفلان تجد أن النفوس تميل إلى حب الكمال وحب من كان له حالة متميزة سواء في علم في شجاعة في شعر في فصاحة في كرام هذه الأشياء كلها النفوس تميل إلى حب الكمال والتكميل أنه أيضا أن النفس جبلت على حب الجود حب من يحسن إليها يعني النفوس جبلت على حب من أحسن إليها لذلك الكمال والتكميل هذا يعني يقول الممرز في التفاة اللطيفة يقول العبد إذا لم يعني يتعلم أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى لدرجة يعلم أن الكمال المطلق في أسماء الله وفي صفاته وأن التكميل المطلق لا يكون إلا من الله فهو صاحب النعم والجواد الرحيم البر الكريم المعطي الرزاق هذه المعاني كلها قال إن لم يستحذرها القلب لن يكون عنده رقي وليه يكون عنده وصول إلى حالة الإنقطاع فيقول حالة الإنقطاع هذه لا تحصل للعبد إلا إذا وصل إلى أعلى درجات من فهمه أن الكمال المطلق لا يكون إلا لله وأن التكميل في الحياة وأن العطاء والنعم كلها من الله سبحانه وتعالى لذلك كان السلف يعلمون هذا الأمر ويعلمون أن الأمور كلها من الله سبحانه وتعالى مبدأها من الله ومنتهها إلى الله سبحانه وتعالى لذلك عندما نقوله وتبتل إليه تفتيلة كأنه لا يستطيع لإنسان أن ينقطع إلى الله بالكلية إلا إذا امتلأ القلب وعلم القلب أن الكمال المطلق لله فلا يحتاج إلى أحد ويعلم أن الله سبحانه وتعالى خزائنه ملأة ولا يميل قلبه إلى أحد في الدنيا إذا يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء لذلك يعني كما قيل في التفسير أن يوسف عليه السلام لما قال للساقي قال اذكرني عند ربك قال فلبث في السجن بضع سنين كثير من علماء التفسير قالوا فلبث في السجن بضع سنين يعني بقي بالسجن لأنه مال إلى أن يذكر الساقي يوسف عند الملك ولم يعني يكن في ذلك الالتفات بالكلية إلى الله سبحانه وتعالى وإن كان سيدنا يوسف عليه السلام لا شك من الأنبياء المعصومين لكنه يعني ربما هذه مما جرى ليوسف عليه السلام أنه قال اذكرني عند ربك ورغم أن هذا الأمر لا يعيب الأشخاص العاديين قال إلا بحبل من الله وحبل من الناس لكن لمقام يوسف عليه السلام العالي كان المقام الذي يجري إلى الناس ويكون أمرا طبيعيا عند الناس يكون أمرا صعبا على يوسف عليه السلام وإلا كما قلنا يعني إلا بحبل من الله وحبل من الناس ولذلك حتى كان بعض العلماء يكره في قضية أنه اللهم يعني لا تجعلني في حاجة لأحد من خلقك إنما جعل الله سبحانه وتعالى الخلق كلهم بعضهم لبعض يعني وإن لم يشعروا خدمة كما قال الشاعر البعض يخدم بعضهم بعضا وإن لم يشعروا لأن الحياة لا تستقيم إلا بتعاون الإنسان مع بني جنسه لكن مع ذلك لمقام يوسف عليه السلام العالي كانت قضية اذكرني عند ربك كان لها يعني مأخذ على يوسف عليه السلام نعم ولذلك يعني من أراد الوصول إلى الكمال المطلق كان بعض الصالحين يقول إن احتشت إلى المال فاقصد من خزائنه ملأة فاقصد من لا تنقص خزائنه سؤال سائل اقصد من لا يردك عن بابه اقصد الذي لا يمل من كثرة الإلحاح الذي يحب العبد الملح للعبد إذا ألح على ربه يعني علم الله من قلب عبده أنه علم أنه ليس له ربا غيره فيسأله وليس له ملجأ يلتج إليه إلا إليه لذلك كان ذاك من أعظم الأبواب ومن أعظم الطرق في القطاع إلى الله سبحانه وتعالى عندما يعلم العبد أنه لا قادر في الكون ولا مسير في الكون ولا خالق في الكون ولا مجرية في الكون شيء إلا الله سبحانه وتعالى نعم الأشياء تجري بحكمته وبعلمه وبقضائه وبقدره ولكن كل الأمور ترجع ترجع إليه يذكر في هذا الباب هكذا باب اللطائف يقولون أنه كان رجل قد يعني جئ به إلى أحد الخلفاء العباسيين أنه اتهم بأنه قد خرج على الخليفة وأدخلوه وكانت معه أم عجوز يقول فأتوا به إلى باب القصر ثم أدخلوه وحده مكبلا على الخليفة وكان الخليفة قد غضب عليه غضبا شديدا فأمر الكاتب أن يكتب بقطع رأسه وصلبه وكذا وكذا وغير ذلك من العقوبات يقول فكان الكاتب يكتب أنه أمرنا بإطلاق صراحه فعندما يأتي بالرقعة إلى الخليفة لينظر إليها يغضب الخليفة يقول أنا ما قلت لك هذا الأمر يعني كيف كتبت هذا الأمر يعني كيف كتبته وأنا أمرت بقتله فيقول والله يا أمير المؤمنين ما كتبت إلا الذي سمعته منك فلما تكرر الأمر أكثر من مرة يعني قال الخليفة أنه من معك سأل الشاب هذا الغلام هذا قالوا من معك قالوا يا أمير المؤمنين معه أم عجوس أم عجوس تدعو له فعلم أن الله سبحانه وتعالى يعني استجاب دعائها لأنها قد وصل الأمر إلى الخليفة وليس هناك أعلى من السلطان في ذلك الوقت حتى تلتجئ إليه لم يبق إلا ملك الملوك ولم يبق إلا الله سبحانه وتعالى فلما التجأت هذه المرأة إلى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يعني الدعاء يغير القدر كما ورد في الحديث فالتجأت إلى الله سبحانه وتعالى والله قلوب العباد كلها بين أسبعين من أصابعه فغير هذا الأمر وأطلق صراح ذلك الرجل المقصد من الكلام أن الأمر بالنسبة لقضية التبتل إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أنه يحتاج إلى فهم صفات الله وفهم أسمائه حتى يكون هناك محبة في الكمال والتكميل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى قال وتبتل إليه تبتيل وتبتل على معنى انقطع لعبادته وقيل تبتل إليه أي توكل عليه وهذا الذي يعني ذهب إليه الطبري وذهب إليه جمع كبير أيضا من السلف قالوا لأنه التبتل هو الانقطاع وسميت مريم البتول لانقطاعها عن الرجال وقيل انقطاعها عن الزواج نعم وتبتل إليه تبتيل ولاحظوا يعني كما يذكر بن جني الباء والتاء هذا التركيب ويذكر ذلك من فارس من قبله الباء والتاء مع أي حرف يأتي كله يأتي على معنى القطع يعني بتل قطع القطع وبتك القطع قالوا لبتكنا آذان عن العام وبتر أيضا قطع قال إن شانئك هو الأبتر وقال بتة الأمر أي قطعه فلاحظوا الباء والتاء هذا التركيب للحرفين أينما يأتي مع حرف آخر يفيد معنى القطع ثم تختلف ألفاظ القطع بين ذلك الترتيب يعني بين بتر وبتك قالوا البتر والبتك كلاهما قطع فما الفرق بينهما قال أهل التفسير والبعض سيقول هذا كلام من أهل اللغة نقول نعم يعني يبقى أهل التفسير نعم يأخذون من اللغة لكن تبقى هما الإشارة لهم وليس هذا انحيازا إنما يعني يبقى هناك بعض المفاهيم التي جاءت بها الشريعة لم تعرفها أهل اللغة يعني النبي عسى و سلام عندما قال للصحابة رضو الله تعالى عليهم قالوا من قال لهم من المفلس قالوا المفلس من لا دينار ولا درهم له ولكن النبي أضاف لهم معنى جديد في الإفلاس ليس المعنى المعروف في قضية الدنار والدرهم إذن لاحظوا هذا الذي كان يعرفونه في اللغة ولكن الشريعة من خلال شخص النبي صلى الله عليه وسلم أضافت لهم معنى جديدا في ذلك و كذلك في كثير من المعاني الشرعية التي جاء بها القرآن الكريم أو جاءت بها السنة النبوية أضافت إلى المعنى اللغوي معنى آخر فهنا يعني تبتل إليه تبتيلة قالوا أنه معنى الانقطاع و كما قلنا الفرق بين البتر والبتك قالوا البتر قطع لإصلاح والبتك قطع لإفساد و ذلك لما كان أهل الشرك يقطعون آذان الأنعام إفسادا قالوا لبتكنا آذان الأنعام و لما كان قطع من كان يؤذي النبي و من يتكلم عن النبي قطعه فيه مصلحة للعباد فجعل إن شانئك مبغضك هو الأبتر هو المقطوع مقطوع الذكر مقطوع النسل مقطوع كذا كما و سنتكلم عن هذا إن شاء الله إذا وصلنا إلى تلك السورة نعم قالوا فهنا البتر البتل على معنى القطع قال و تبتل إليه تبتيلة أي انقطع إلى عبادته قطاعا يبقى عندنا سؤال ممكن أنه يعني نطرحه الآن و نتكلم عنه في الدرس القادم بعونه سعالة قال تبتل إليه تبتيلة معروف أنه تبتل تبتلا و بتل تبتيلة فجاءت تبتل تبتيلة يعني جاء الفعل على غير مصدره و كذا ذكرنا مثل هذا في دروس ماضية في قول الله تعالى فتعالى الله عما يقولون علوا تعالى تعاليا وعلى علوا كذلك مثلا في قول الله تعالى فتقبلها ربها بقبول حسن فتقبلها بقبول تقبلها تقبلا و قبلها قبولا و أنبتها نباتا أنبتها إنباتا و نبتت نباتا و هذا كثير جدا في القرآن الكريم أن تأتي الأفعال على غير المصادر و فيه تفصيل كثير لكن ربما نؤخره أو نتركه أن نتكلم فيه إن شاء الله في بداية الحلقة القادمة إلى ذلك الحين نستودعكم الله و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر